وحالتي المادية غتسمح لي انا ربيها ونكبرها ونقريها حسن منك قالت راك غيرك تحلم عبدالله قال لها غنطر ناخدها ليك سمحي لها ما نقدرش نخليها ليك تكرفص آية استاهل تعيش عيش هزوينا انتي واختك امانة عندي وما نقدرش نفرط فيكم بعد ما لقيتكم قالت نوف دا باك تهددني باختي باغيت تاخدها ليك وهو يقول ما باغيش ناخدها ليك ولكن الاج بارتيني غد انطر وغندي همعي البولندا قالت نوف انت مستحيل تكون انسان انت اخبت من ولدك دا بعاد عرفت منين خداها تشر والسواد كامل وهو يقول ما تقوليش هكاك انتي انا باغيلك مصلحتك انا كنشوف داك الشيلي ما كتشوفيش انتي دابا ولكن متأكد بلا غتشكريني عليك من بعد وقالت كون متأكد انا غدا نبقل عنك حياتي كامل ما حد النفس عمري ما غنسمح لكم على هادشي اللي كتديروه فيا عمري قال لها عبدالله ابنتي راني كان نفكر فيك انتي واختك باغي لكم غير الخير وخويا هادشي اللي غادي يكون باغي انا متأكد كون كان حي وهي تغوت نور بالجهد وبدت كتبكي كون كان بابا حي كون عمرني ما شفت خليقتك لنت ولا ولدك كون كان بابا حي عمري كتنفكر اصلا نبيع راسي كون كان حي شلا ما كان غايكون تكشي علاش من الاحسن ليك تسكت وما تهدعرش قال لها عبدالله سمحي لي يا بنتي ولكن الامور غدا تمشي بهذا الطريقة اينا بغيت تمشي يسيري اما اعيام غداش تمشي بهك بلاستها هنا وهنا فين غدا تقدر تعيش مزياني نور ببقى تلقى تمدير من غير انها توافق بانها تزوج ياسر صباح الصباح وطلعت اسية باش تعيض على نور عبدو من لي وصلت كل شي دار كيشوف فيها كانوا كيتسلوها تكون لابسة قفطانها ولكن صدماتهم من اللي لقاوها لابسة غير حويجها العاديين وما ديرحتها نقطة دميكة في وجهها كان ياسر قالس حدا العدول ومحامل شرف وهي كانت كتار منه قربت توصل حداهم وهي تقرب عندها اسية وقالت اعطيني آية خليها معايا قالت لا خليها معايا تبسمات اسية وخلتها على خطرها وغير قلثوا وآية شافت في ياسر وتخبات في خطها وهضرات حدا ودنيها قالت نور شكون هاد الراجل جاوباتها نور شكون شيرات لها بعينها ناحية ياسر اللي ما كانش كيشوف فيها وهي تقول نور هذا هو اللي غنسوش به قالت آية كي يخلع ناحدات وثكتات وكان نقدر العدول كيهضر سمعاتوا من اللي قال ليها لانا نور توصلتي بالمهر ديالك شافت فيه ومن بعد شافت في ياسر وعبد الله وهي تقول لا وما بغيت قال لي هالعدول بنتي هذا حقك وربي حلوليك وهي تقول ومن حقين تنازل عليه هيك إذن أنا كانت نازل على السطاق وما بغيتوش سمحات ياسر صاط بعنف وإيديه شير بهم الخادم دياله وقال له الشاك وشافت لاخر جبد الشاك وعطاه لياسر جبد ستيله وشاف فيها بنظرات حادة وهدر بصوت من خافض وقال لها شحال بغيتي ما عرفتش وجدارها بالعاني ولا لا ولكن حاسة به كيتعمد يفكرها في هديك الليلة باغي هت تفكر راسها شكون نفس الجملة وفي عينيه نفس الشوفات الساخرة نور حسات بغصة في حلقها خليت الدموع يبانوا في عينيها وهو يقول لعدول هاد الشي كانتون كان خسكم تكونوا متافقين عليه من قبل قالت نور ما بغيت حتى صداق مش عبد الله عند ياسر وقال له صافيا ياسر هنينا وهو يقول لعدول عندك شي شارطة بنتي زيرات نور على خطها وقالت ما عمرو يفرقني على أختي وخاما نعرف اشنو يوقع أختي تبقى ديمة معايا وتعيش معايا دور لعدول وجهه عند ياسر كيتسنى هيدا وشاف آية شوية وهويه الزراسو بالموافق نور قالت لختها سيري عند أسي مشات آية وناد العدل من بعد ما سناه وتقرأت الفاتحة وقفات هي وياسر في دقة واحدة وجرها لعنده بالسزر ودار راسو حلا كيبوزها في جبهتها كان مزير عليها وكيهضر حدا راسها وتحت سنانه رخيصة قالت بزاف عليك حتى نكون رخيصة تحرات من ايديه غير بالكشايف وكان ياسر بعد وغادي خارج عبد الله شافه وغوبش وقرب ليه وحبسه قال له فين غادي قال ياسر عندي شي خدمة ما مثاليش دابة وهو يقول له عبد الله ما عندك فين تمشي اقلاس ياسر دار راسو ماسمهوش وعيت على الخدامة زينب باش تبقى نور غير شافته خرج وهي توقف ولحقات على عبد الله هزات عينها فيه حمرين وعامرين حقت قالت العرس اللي غديروه في العشية لغيوه ما بغيتوش عبد الله قال كيفاش ابنتي والناس اللي عرضنا عليهم كيفاش غنديروه معهم قالت ما قلت ليكش عرض علش حد انا ما بغيتش عرس وهاد الشرط حتى هو ما غداش نتنازل عليه عبد الله قال نور وهي تقول اللي عندي قلتو اعمي حاول عبد الله معها وقال ره ماشي عرس كبير غير حفلة صغيرة وعارض غير على المقربين ايش نور غادي نقولو للناس العروسة ما كيناش ازاي تنور كتافها وقالت وانا مالي تقدر تحلها كيف ما عرفتيني بنت خوك وقناعتينين تزوج بولدك كم دون ما صعباش عليك باش تقولي هون العروسة مريضة قبطات في ايد دقاية وطلعوا بزوجهم اللي بيت ديارهم وغير دخلات وتلاحظت على فراشها كتبكي وجات زينب عند نور وعطاتها واحد الورقة مطوية وهي تقول خلى لك سياسر هذا وقال لك من ليشي يبغيك تكوني جمعتي حويجك مشات زينب وخلت نور كتشوف الورقة اللي في ايديها علاش غدا تجمح حويجها ياك ما طيقها تزوج دبالعاني وبغيت ديها في شهر عسل حلات الورقة حتى كتتصدم شيك ومكتوبة فيه 40 مليون بسميتها حسات بالسمسرة لها معدن ايديها بدأ وكيترعدو كيدير لها هالشي بالعاني بغي عصبها بغي عصبها ويخرج أسوأ ما فيها وشدات ديك الشيك وقطعتو طراف طراف وكلها كترعد ماداش بزاف دير الوقت حتى كان الباب كيتق وفي نفس الوقت تحل ودورات وجهها كتشوف شكو كانت أسية وجايبة معها وحب العلبة كبيرة في ايديها شافت فيها نور وتبسمات لها وهي تقول أسية شوفي هالكسوة دي العرس اللي اختارينا ليك وصلت قالت نور أنا ما قلتش لهم يديرو هاتشي أنا ما بغيت حتى شي حاجة حلات أسية العلبة اللي جابت وكانت الكسوة وواعرة بالساس حلات أسية العلبة اللي جابت كانت كسوة بيضة وواعرة وهي تقول نور غير عدبتي راسك أنا ما غاداش نلبسها قالت أسية نور عفاقي ما تديريش هاتشي حرام عليك من الصباح وأنا كنقاتليك ودعبة ما غتلبسيش الكسوة البيضة قالت لا هي يلا أنا ما غاداش نلبس هاتشي عرفتي ما حاملهاش وما حاملهاش نلبس لبيضي وهي تقول أسية إيوان واشنو غتلبسي بغيتين ناسي بقاو يهضروا عليك قالت نور عطى الله لك ساوي ها دي لا واللي بغي يهضر يهضر هو حر بقيت كتقلب لها أسية وبسيت باش عجباتها وحدة من ذاك الشي اللي شراوا من قبل وحتى هي كانت في البيض مغطية من جيه التصدر وطويلة حتى لركابيها لبسات معها طالون بيض واكسسوارات في الدية كانت كتشوف في المرايا والدق الباب وحلاته كان عبد الله واقف والدق الباب وحلاته أسية وكان عبد الله واقف مع الصب قال تعطلتو بلا قياس والناس دات كتجي والدنيا عمرات شاف في نور وقال وفين الكثوة ديال العرس قالت ما بغيتش نلبسها قال نور الله يهديك ابنتي راه عرسك هذا وهي تقول إلا انت عندك عرس أنا هذا راه جناز دي فهمتي جناز دي وماشي حتتزوجت ولدك غتبدأت تحكم فيها وفاشنو غدا نلبس بغيتو نهبط هكا مرحبا ما بغيتوش دكش اللي بغيت أنا أنا من الول ما بغياش هاد العرس هز عبدو الله راسو وقلبو غدي ترتق ندم اللي ما لغاش الحفلة ما خرجات نور من هادك البيت حتى كان عقلهم غدي يخرج كانت كتعمت تستافزهم حيث أعصابها ما لقات فيه من تخرجهم تلاقات هي وياسر في نص الطريق كان لابس كل شي في الكحل وحجبان ومحقودين وكيشوف في الساعة كير هراسو حاقد نزلوا في صمت حتى وصلوا للجردة وهو يشتليها في إيدها بالجهد وزير عليهم بقوة قرب عند ودنيها وقال إلا كان كي حساب ليك بنت عمي وغنحنفيك ركي غالبة غنربيك من جديد ما عندناش الصلقوطات في العائلة قانت علاش هاديك اللي كنتي غادي تزوج بيها محطاتك شراسها قبل سواج نترات إيديها بالجهد وشافت قدامها وهي تقول أنا غير علاق بالختي وبالعز بعدها أما هي عاهرة وفابور من الفوق وقال غتزمي فمك قبل من هرصوديك فبتاز مات ليه باستفزاز وقالت يا كما غلط قال ليها ياسر غتزيدي شيك الماخرة غنندمك الليلة كل هاو هي كالدوز وكتحاول ما أمكان تفادى يا ذا وما تجيش في طريقه أغلب الوقت دوزاته مع أسية وعليه وآية طبعا اللي بقات كتشتح هي وعليه ونور ويضحكه ناس يا أي حاجة على هاد الليلة ياسر الحفلة كاملة وهو مراقبها ما لقاش الفرصة في نجرها وما بغاش يدير لراسو الشوها سال الحفل وبقاوا الناس واحد مورة واحد كيباركوا لهم وكيودعوهم هي بقات كتجاوبهم فوق خاطرها احتعيات وآية بغتت ناس خليت عبد الله والباقية واحلين معهم وشدات في إيد آية وطلعوا شوية وهي تسمع صوت قفزها من بلاستها قال جمعتي حويجكم آية كمشات فيها بالخلعة وزيرات لها على حويجها ولكن هي تمالكات راسها ودارت هدرات عادي قالت ما تبقاش تهضر بالجهد كتخلى على البنت وإن حويج شوية كيسمعوا صوت أخوه قال أعلاش فين غادي دارت شافت فيه ولقاتوا عبد الله قال أعلاش غادي جمعوا حويجهما ياسر ياسر بحد شوية عليها وشافوا بقه وقال الداري غادي ناخد مراتي معايا الداري يك حنا تزوجنا أو لا لا غنخليها هنا عبد الله قال ما عندهم فين يمشيوا معاك غا تبقاوا هنا كيف حمدوا أسيا بيتكم واجد نور وآيا قبلصتهم هنا عند عمهم وهذه هي دارهم ياسر قال الوليد خلي عليك هاد السوق هاد بنت خوك ولا خالك ولا عمك ما سوقيش أنا وياك ياك زوجتي هاليا اواره ولا تديالي وندير فيها ما بغيت وناخدها في ما بغيت وقال النور عندك ربع ساعة نلقاك التحت جامعة قشك تزيدي دقيقان صيفتهم ينزلوك كيف منتي فهمتي ولا نعاود نفاهمك جمعات نور حواجههم ونزلو غير شافهم ياسر ولاحل قاروس حقوه برجليه شاف نور هو مخنزر وقال لا كون غازتي شوية ما عندي ما يقدر أنا نور حسات بخطها زيرات عليها وهي قد شوف ياسر وحتى هي غوبشات قالت آية ما تغودش على أختي نزل ياسر عينيه كيشوف أنا ياسر سكت ما بغاش يديرش حاجة قدام البنت نور حلات الباب اللوراني وركبات خطها وكانت غدا تركب حداها ياسر درب الجهد على التموبيل وقال هاي القدام ما خدامش شايفور عندك آلم ما زادتش معاه الهضرة ومشات ركبات حداه ودارت الحزان ووصلوا ونزلوا كاملين هزيت نور عينيها بصدمة جاب هالذي اللي وقع في هدك شي وكتحاول تحبس الآلم اللي كتحسبيه في هاد اللحظة دورات وجهها كتشوف فيه تبسم لها في وجهها باستفزاز وقال مرحبا بك في دارك آية قربات وشدات في خطها ودخلوا بتلاتة بهم الفيلة الداخل فيما كتقرب كتحس بالخنقة وجه ياسر كلا ملش خدم وقال ادي آية لبيتها تشوف شاف آية تخشات في خطها بالزار وضيرات عليها ما بغاتش تمشي معاشي حد وهي تقول نور أنا غدا نديها وريني بيتها ياسر أشار للخدم وقال لهم ورينها وهو يقول لها ما تتعطليش ركي عارفة لبيت في نجا اديها بده وكي ترعده وما لقاتش كيفاش جو اعطاتوا بالدهر ومشات هي وختها البيت اللي قال عليه غير دخلوا وتصدموا بجوج بهم آية نسات بلي ما كانتش حاملت جيل هنا قالت واو ازوين بالزار وشافت في نور وهي تقول هذا ديالي وقالت لها نور آه ديالك سديت نور عليهم الباب وجرات الشنطة وجبدات بيجاما لختها وبدلات ليها وبدلات حتى هي حويشها لبسات بيجاما ودخلات آية الفراشها وشافت في نور وهي تقول غتباتي حدايا يا ياكي نور ما جاوباتهاش والتكات حداها وعنقاتها بيديها احتى حسات بختها نعسات عاد ناضط خرجات بشوية وصدات الباب بقات واقفاش حال كتحاول تقوي راسها ما قدرتش تدخل دك البيت مرة اخرى وما فاهماتش ما فاهماش الأشنوبة غير وصلها تياسة دخلات وغير الشوفة فيه خلاتش روحي عودو تفتحو من جديد بحال لك تعيش ديك الليلة عودتاني الدكريات رجعوا لدماغها مرة واحدة حسات بشي حد واقف موراها دارت عنده وهي هازة راسها كانوا قريبة لبعضياتهم بالسان لدرجة تخلطوا أنفاسهم شافت حواجبه طالعين وهو يقول كنتي ناوية تباتي معاها مثلا طلعت النفس بالزز وكحزات عليه واحد شوية وقالت كان خاصني لنا عاسختي هز راسو هو كيقرب ليها كيزيد خطوة وهي كتباعد بيزنس احتلقات راسهم كليم على الحياة وهو قدامها سدات عينيها بالخلعة وقالت شوف هاد الزواج قاطحها باستهزاء وقال ما شيد بالصح أنا اللي عارفه تزوجناه في صباح وهي تقول ما عمرك تحلم بهذا الزواج يقولي بالصح شدها منفكها بالجهد وزير عليها ودفحها على الحياة وقال هاد الزواج نهار انا بغيه يكون بالصح غا يقولي بالصح أنا اللي كان حكا مهما وهضرتي هي اللي غدا تمشي حل السمطة دي سروال وجبدها وبدأ كيدويها وكيهضر إلا بغيتي نبقى معك مزيان سمعي لهضرتي واللي نقولها هي اللي تمشي مزيانة هادي عينيها بقى وكيدوروا في بلازدهم وبقات ساكتة ما بغاتش تهضر عارفها غادي نوضليها شافت غادي الحمام وحتى هي كانت بغا تدخل الدوش ولكن وهو كان الوضع ماشي مأمن كتفضل ما تدخل حتى الغدام اللي ما يكونش غير دخل ومشات هزات مخدة من فوق الفراش ووحد الغدام ومشات الوحد لقنابيت الماء وركزات على باش تكون عاطيه بالضحر وبقوة العيادية لهذا النهار ما قدراتش تزيد تفكر احتلقات عينيها كي تسدو ومحساتش برسها احتل الصباح حلات عينيها كتفكر فيه شوية عاد قدرات تمييز هي فيه ياسر كان باقي مازال ناعس ناضت ومشات كالطل من شرجه كان باين من اللجوم رضا تكون السبعة اولت من يد يالصبح دورات وجهها وشافت الحمام وتفكرات انها خسها تدخل تغسل مشات البيت خطها كانوا حويجهات بمك لقات آية مازال ناعسة جمعات حويجها ورجعت تاني للبيت يالياتر ما عرفتش فين ممكن تلقى حماما خور باقي ما كتعرفش الدار مزيان دكشي علاش قرار تدخل هاداك اللي كاين تمه ولكن غدا تخرش قبل ما يفيق دخلات حويجها معها ودخلات الدوش كانت كتحس بروحة ضيقة والتفكير اللي هربات منه بالليل ها هو دابا ملاحقها ما عرفتش شنو غدا تكون نهاية هاد الشي مع ياسر واش غدا تحمله 12 عام حتى توصل آية لسن الرشد كيبال لي هاد الشي مستحيل هي شاكة في 12 ساعة ومحال تدوذها على خير معا فما بالك بتناشر عام سالات وحلات الباب الزجاجي نزلات رجليها للأرض وقبل ما تبدأ تلبس اتحل الباب ادخل ياسر ولابس شورت قصير غوتات بالجهد من اللي ادخل وغطات راسها بالزربة ابقى هو واقف كيشوف فيها كانت كتقطر الشي اللي خل ما انظرها يكون متير حاول ما يبينش راسه معجب بشرك لها اصلا ما يقدرش ينكر انها زوينة وكتعجبه وإلا ما كانش يشريها من المازاد ولكن كل شي بقى متعلق في ذاك النهار دي المازاد غير كيتفكره وكيرجع يتنرر بشرتها البيضة كانت كتبان من البلايس اللي مغطاتهم شلفوطة دور وجهه وبيين بأنه ما مصوقش قال تعلمي تسدي عليك المرة الجاية قالت خرج خرج بحالك كان دارك يغسل وجهه وهي تقول واش ما كتسمعش خرج عليا من هنا قال ليها واش ما غتهنيناش وحبسها مع الحال بدأت كترى حد من اللي قرب ليها حاولت تنفس وتبين رها ما خايفاش قالت انا كن بدل خرج حدنسالي ودخل وهو يقول عليا شكت قلبي اشنو قلت ليك البارح ها اشنو قلت ليك قلت ليك ما تجعرينيش إلا بغيتيني نبقى معاك مزيان سمعي الكلامي وما تبقيش تردي معايا نور لونها تختف وهو يقول ياسر إلاك انتي كتفهمي بالعصا هي اللي غدا تلقاي معايا دار إديه على فمها كي سدوليها وقال هادي الفم عندك خسكت جمعيه وثكتينها من اللي نقول لك هادري عاد هادري ودك اللسان إلا بدا كي طوال غادي نقطعه ليك عينيها تغرغر ما قدراتش تجاوب عارفة راسها غا تجيبها غير في صحتها وهو يقول مفهوم إلا ما فهمتيش نفهمك دعا بانيت بعيد عليها وهو مخنزة وبقى تلاصقة في الحيط احتى خرج ومشات سدات الباب بالساروت لبسات حويجها وهي كتبكي غسلات وخرجات لقاتوا يا الله سلام والبس حويجه وفي نفس الوقت اتدق الباب قالت خل كانت وحدة من الخدامة واقفة وشدف آية وآية كتبكي وهي تقول الخدامة لا لا نور اختك فاقت كتبكي وكتقلب عليك قربت لها نور كتجري وجرات آيام عنقها بالجهد وهي تقول مالكي مالكي يا حبيبة ديالي شنو واقع؟ قالت آية كدبتي عليا فمشيتي وخليتيني بوحدي نور بداتك تبوس فيها وقالت لا ما خليتكش حبيبة ديالي انا نعس حداك وشفتك في الصباح وخرجت علاش انا غدا نخليك؟ قالت آية بصاح بصاح نعس حدايا وهي تقول لها نور اه ما كان كدبش عليك يلا ايجي نغسر وجيه دخلاتها للحمام وغسلات ليها وجهها ومن بعد داتها البيتها تبدل ليها حويجها سالات ليها وخرجوا باشي فطروا كان ياسر قال سحتاه هو كيف ضر قلسات هي وآية في صنة سالة ياسر ووقف وشافه نور وكيف ضر بتهديد سمعي عندك ينوضك القران دعقلك ويقول لك تخرجي من هنا رجليك نقردهم ليك ما تعتبيش من هنا ومشا ياسر خرش من بعد ما عرفتش نور كيفاش داز نظهار ولكن حاجة واحدة متأكدة منها انها مرتاحة في غياب ياسر اغلب وقتها دو ذاتهم عقاية دو شايت ليها ونسلو بجوج للجرد نور كتخلي آية على راحتها ما حد ما كينش ياسر اللي غادي نغس عليها حياتها عيطات لها اسية والطمئنات عليها وعلى احوالها وبقاوش حان مجمعين وبالليل كانت كالتعشة غير هي وختها وهي تسمع صوت الطموبيل دي ياسر قربعت نادة ديكس زاعة ونوضات خدها وفي الوقت اللي وصلت فيه للدروش كان حتى هويا الله دخل دورات وجهها وشافته وهو يقول لها ما تعتطليش كانت سناك في البيت جرات خدها بالزربا وطلعتها لبيتها نعساتها عاد خرجات كانت لابسة بيجاما وقد دعي باش يكون العسل لقاته باقي فايق ومتك مشات كدش بدل غطاء ولمخداء احتح بسها بصوته وقال اجي هنا قالت وهو يقول ما كتفهميش اجي هنا خد نعسي هنا حدايا نور حلاتهمها ها؟ النفس اللي كانت شاركوه انا وياك نكرهه قال عارف واحتى انا باغي نزيد نكرهك في حياتي عارف واحتى انا باغي نزيد نكرهك في حياتي دا باغي تجيل هنا بالخاطر واللي غننوض وتصدقي جايبها في عظامك وناحس احدايا من الفوق احتى بزز منك نور جات هالبكية مشات حداه وتكات على الناموسية وحاولت تبعد عليه كدما قدرت ابقات على وضعيتها جحان واحد اللحظة دارت كتشوف فيه وقالت شوف ما تبقاش تغوت عليها قدام اختي هي ما دنبها ويلو في هادشي إلا كانت شي حاجة حتى نكونوا بحدنا هي قلبها ضعيف وكتتعصب ضغير وانا ما بغيت يوقع عليها ويلو بسبابي قال ما تديريش علاش ما غاديش نغوت عليك سمعي الهضرة وغنكون معاك مزيان قالت ما كان تيقش فيك قال نور لأول مرة غادي نتق سميتها ضيرات على عينيها وهي دقول قالت شنو درتليك بش دير لي يا هكا قال شنو درتليك بش دير لي يا هكا حك بستهزاء وما جاوبهاش بقاوا نتكين على الناموسية انعيز طار عليها وهي معاه في نفس الناموسية حسيت به غادي يكون انعيز ابقات شحال كتتسنى احتدورات وجهه ولقاته مغمض عينيه ناضت بقات كتتمشى على سبعانها حتى سمعته قال بلاستيك قالت اغادر الحمام يا كمم منو عليا وهو يقول او رجعي البلاستيك خطتها فشلات دخلت للحمام وبقات واقفة شوي غسلت ايديها وخرجات رجعت لبلاستها والنعاس طار عليها حاسة به مراقبها ومراقب تصرفاتها فاتت شي ساعة ووالو قات غير كتتقلب فكرت باش تنود قالت غيكون هو نعاس حيت فات وقت طويل واللي ذا دأكد لها انه ما تحركش من بلاسته ولكن قبل ما اتطبق الفكرة غيرت زعزعات وجر هزدحها فوق الفراش وولا فوق منها وهي التحت عيني شاعلين ووجهه قدام وجهها قال مالنا فرعتيلي يا مخي ما كتعرفيش تنعسي نيشان مالكي مهرسة منطار قالت ما جانيش نعاس حاولت بعده بإيديها ولكن تقيل ما قدراتش فتحات عينيها وأنفاسهم كانوا قراب قالت ومن لي ما باغينيش نعاس حداك حي يد باش نود شافت وقرب حتى ما بقى بيناتهم وهن وهي تقول وله أخ منه عيني فيه بإيد وحدة اجمع ليها إيديها فوق رأسها والإيد الأخرى زير بيها على فكها ورجعها بتعرفهم وقال كان بغين كون معاك مزيان وما كتخلينيش لسانك طويل خاص اللي قطعوا ليك هادرات بصوت ضعيف وقالت واللفتي كتحقر عليها علاش إيمتك انتي معايا مزيان حتى تكون معايا دعبة ياك من اللي جيت وانت غير كتغوت عليها قال واش منو كنتي كتتسناي نعاملك بحال مراتيد بالصح حسات بالإهانة من كلامه وهي تقول غير بععد عليها ياك انتا مبزين عليك هاد الزواج واحتى أنا بحالك ودعبة طلق مني خليني نعف قال آه آه واخا علاش لي ما نستافدوش من هاد الزواج دعبة غم طولو مع بعضياتنا ما فيها بس نتمتعو شوية حتى انتي غاي عجبك الحال ما جات فين تفهم شنو كيقول حتى ايديه اللي كانت فوق فكها هبطعت بشوية وبدت كتفتح لها سطايف البيجامة قاس صدرها بيدو بالعان وعينيه كيشوفو في عينيها شهقات بالجهد فاش قربها الوسط من نموسيا وعينو مركزين حلش نايفها كانو كيغريو حمرين ومنفوخين وحاس برأسو غيموت باش يقيسهم وبحلة فهماتش شنو بغايدين وهي تقول تلاق تلاق مني بععد عليا وما تقربش ليا انا ما بغاش هاد المتعد يالك ياك انا غير وحدة طبماعة وكنت كندور بيك وبباك غير شاف ردة فعلها وتفكر الليلة اللي كانت معاه وكيفاش كانت غتس المراسها على ود الفلوس تعصب وشدها من شعرها احتى حسيت بيه غيق العومن بلاستو وقال بغية الفلوس شحال بغية مليون جوجو ولا عشرة ولا مازال مقنعتي عينيها دمعو وهي تقول ابغيتك غير تبعد عليا ما بغيتش الفلوس تيالك وخات عطيني الملايا ما بغيت هونش ازدحم عن ناوسية بالجهد ما راديش قال غدا مع السبعة نبغين القلف طور لتحت واجد ناد من فوق منها كي صوت واللي جات قدامه كيدربها برجليه احتدخل الدوج وازدح الباب ووراه بالجهد اما هي عاد قدرت تنفس ودارت الجهتها حاطة يديها على قلبها ما عرفيتش نور وقتهاش بالضبط اغلبها المعاس ولكن ياسر كان مجائز ولكن ياسر تعطل وما رجعش لبلاستو في الصباح فاقيها سر كيفما مولف ديما بكري على حساب الخدمة ديالي شاف الجهة الخورة وما بانتش لي بنور ناعفة عرفها فاقت قبل منه ما عرفش علاش مع الصم منها وخما باغيش يقاديها ولكن كلامها كيستافزه وفاش كيفكر كتكرهو الجنون كيركبو خدا دوج وبدأ كيلبس في حواجو شوية هو يتفتح الباب ودخلات نور رد البال ليها متأنقب كسوة قصيرة اتغطح لسنانه كي ترد صورتها من باله خصوصا فياش ما هادرتش معاه خدا ديش حاجة وبدأت خارجة وهو يقول فين بالسلامة هزيت كتافها وقالت لحتى بلاصة وهو يقول كان هدر معاك قالت وحتى انا جاوبتك يا قلتي فين غادة قلت ليك لحتى بلاصة قلتي شي حاجة اخرى ما سمعتهاش كان كيتنفس بالجهد وصدروك يطلع وين زي غير عرفات وغير مرمقها معاها وهي تقول شوف بلا ما نكذبو على بعضياتنا ياك بها غيني نبقى ما تزايتش معاك في الهضراء وحتى هادا احسن حل لخولها ما تهدرش معايا وما نهدرش معايا وانا فكرت مزيان انا غدا نعصبك وانت غتعصبني وانا ما قادراش على العزا مل احسن نعطيك تيقارك وحتى انتهك بزايت عينيها في عيني شافت الصدمة في ملاميحه وخافت حيتعارفة من بعد هادشي غايجيشي اعصار ولكن خاب دنها فاش هدر بهدوء قال صايبتي الفطور قالت واش كنتي كتها درب الصاح ركاينة اللي مكلفة بالدار واش شدهته قرر بحتى زيار عليها من ايدها وقال وانتي علاشها للا كينا هنا غاتمشيت صوبيه انتي نطرات ايدها من ايدو وقالت انا مخداماش عندك وهادي ماشي طريقة باش تقولها لي قال نعان ما سمعتش مزيان اش قلتي وهي تقول ركا سمعت ام زيان ودا باطلق مني ايدي كتطرني واختيف الجلطة بوحدها واينا عارفاك انتا ما كتفطرش قاع قال ودا بغدا تمشيت صايبي هاد النهار جاتني لقانا نفطر غير بغي قربي شدها كانت مشات كتجري ووصلت للباب وهبطات لتحت خلاتو بغي اياكل جنابو بالفقصة صدره كيتطلعه مثل خرج من البيت صاعر خرج من البيت صاعر وكيتوحدها الحق عليها لقاها واقفة قدام لها بيسي الكثوة القصيرة اللي لابسها كتطلع لها من اللي كيتتتحرك وهاد الشي ثاتجنه عيط عليها بالجهد وقال انتي ما دارتش عندو قاع ابقات واقفة حي الديره ليزيات فودنيها ابقات واقفة ديره ليزيات فودنيها وكتشوف فيلمه وايه في الجهة الخرا واقفة احتى قربو جرها من ايديها وقال معاكي كنهضر قالت ما سمعتكش حي دات ليزيات من ودنيها وقالت ما سمعتكش قال فين قلت لك سيري وما كتسمعيش لهضرة حي دلي هالتليفون من ايديها وزد حم على الارض وقبل ما تغوت دفعه برجليه ولاحه فيلمه قالت اه ويلي اشنو درتي عليش هرستيه قال باش هاد المرة من اللي نكون كنهضر معاك تسمعيني شدها والواليها ايتها بالجهد ورجليها ظلقو بها وبدأت راجع اللور توقعت وغادي شدها ولكن زاد ولكن زادت فحها وجاد طايحة وسط الماء وفكرة واحدة جاد في بالها غادة تموت حيط ما كتعرفش تعوم بمرة في اللول هاد شي باللي هبحال شي كابوس طاحت وسط الماء وغرقات حسات بنفسها تقطع وحتى المقاومة ما قدراتش تقاوم حاولت تطلع وما قدراتش كانت كتدفع بإيديها وبجهدها حتى سالة في اللول ياسر كان مستمتع بهاد المشهد حس برأسه انتاقم منها حيط ما كتسمعش لها درجة وحساب ليه ره غير كتمتل ولكن من لي جاه صوت آية من نور وهي كتغوت أعاد فاق كتقول آية نور نور ختي ختي ما كتعرفش تعوم أتر نور مبقاش كيبان وهو يتلاح فلابيسين وجبدها خرجها ودارها على جلبها وبداتك ترد قاعدك الماء اللي شرباته دار لي هتا نفس الاصطناعي وبداتك تنفس الهواء ما دلتش غيجيش ينهار وغيكون مخلوع عليها لهاد الدرجة ما تصورش هاد الشي ممكن يوقع ما قصدش يدفحها ولكن من ليه طاحت عجبوه الحال تعصف هاد اللحظة وحس بجنون ديال الدنيا اركبوه ما شعرش برأسه هو كيغوت عليها ما لكي على هاد التبرهيش ما لكي كالطيري علاش واقفة هنا من لول من لي ما كتعرفيش تعومه ما تعرفيش تقوليها ولا ترصاي في بلاسة واحدة كانت نور منزلة ايديها على صدرها باقى مخلوعة وقاية مشات حدا نور مخلوعة وغوشات في ياسر وقالت كتاب انا شفتك من اللي دفعتيها شفتك ياسر يسانو التعقد ما قدرش يجاو ولكن ما يحساب ليش رها ما كتعرفش تعومه نور جرات عندها آية وهي كترعد قالت ليها ششت سافي سافي موقع والي غير زلقات رجلي وصافي ما درهاش بالعين رمقاتوا بعينيها وقالت لا كان باغي يشدني ماشي يدفعني حسيت نور بالبرد فمها ولا زرق وبدات كترعد بالخوص شعرها فازق بالماء شعرها فازق بالماء وكيتلصق على جبهتها وعينيها سد عينيه ما قادرش يتحمل هاد المشاهد قرب ليها بش يهزها وقال نوضي زيدي طلعي لبيتك وبدليح ويجب عطلتيني على الخدمة قالت بلاش غنطلع على الراسي ما عطوهاش فرصة وهز واحد الفوطة ولواها عليها وهزها دخلها للحمام وخرج كان صاعر الأقصى درجة خرج للدوش ديال برا وعاود حتى هودو وشو بتلحويشو منرفزو معصب غير بوحدو بسبب المشاعر اللي كتشعلها فيه ومن بعد امشى الخدمة من داك النهار حلا ياسير قرر يخليها في حالها ما كيهضرش معاها في خطرة وحتا هي حاولات ما تديرش حاجة وحتا هي ما حاولاتش تديرش حاجة اللي تخليها تتحك معاه ولا تهضر معاه كيجي معطل الفطار ونيشان كينعز وحتا هي ما بقاتش كتشارك معاه الفرنش وخا كتنعز معاه في نفس البيت ولكن كتنعز فوق القنار بيه وكتتعمد من اللي يجي تكون نعسات قبل منه دازو جو سيمانات الهدرة كانت مقطوعة بيناتهم وهي بقت كتحاول تفادى اي حاجة تخليه ينوضليها هاد النهار هي جالسة كتفتن صونا تليفونها جاوبات وكانت اسية قالت اسية صبح النور الزي جاوباتها نور صبح النور لابت عليك قالت اسية الحمد لله حبيباد يا لي توحشتك بالزار وهي تقولي حتى انا توحشتك والله قالت اسية نديرو شي خريجة انا نقنات تكتات نور وهي كتشوف في ياسر خارج من الطار وغادي للت موبيل وقعات م alleviate وها تقول مه؟ قالت اسية عافكي والله احتقنت راكي عارفة ما عنديش اصحابت هنا واحتى دارنا ماش فهد المدينة انتي اللي عندي والله ما انت اللي عندي عافكي ليش ما قالت نور ما عرفت الصراحة ياسر ما قطعتها أسية وقالت مانو ياسر راه إلى عرفك معايا ما غادي يقول والو صافي أنا غدا ندود عندك تبا شوية نلقاكي واجدة قطعت عليها وخلتها حائرة وكتفكر كتظن باللي عندها الحق ما عندو ما يديري لعرفها معا أسية وصات وحدة من الخدامات على خطها وطلعت لديتها وبدلت حويجها لبسات واحد كسوة صيفية طويلة في الزق فزات ساكها ودرت شوية ديال ماكياج شوية وكانت أسية جات بالطموبي سالموا ومشاوا بجوش نور ما حستتش بالوقت كيفاش داز اشحال ما حستت بهذا الحرية وهذا النشاط قبل ما يموت بباها الله يرحمه دازوا على بزاة ديال محالات أسية كانت مبلية بالحوائج والماكياج الشي اللي خلا نور حتى هي تشريشي حويج لها والآية على ضوقها قربت لهم الحال وكانوا قالسين في واحد المطعم كياكم وهي تبغي تنب نور قالت خاصنا نمشي راه تحطلنا جوباتها أسية راكي خارجة معايا آويلي يا صاحبتي مالكي رانا عنده ما يقول لك يكفي خباره وهي تقول نور لا ما في خباره آسية آسية قالت آويلي يلا هي نوضي نوضي يا أختي ومالكي ما تقوليها من اللول وهي تقول نور راح يتمكنها دروش ناضوا ديك الساعة نور كانت متأكدة أنه ما غاديش يكون هيت كيتعطل بالله وآسية طمأناتها قالت سافري راه غير غيشوفني ما غيقول لك والو من اللي كانت داخلة بالطوموبيل فيلا لمحاتوا واقف بطوله الفارع وشات قارف إيديه كي كمي باينة كيتسناها زيرات علشنايفها حيث ملفاه كيتعطل احتز ظهر هاد النهار وقف ضدها إيديها بدأ وكيترعدو وتفكرات نهار تحلف عليها لخرجات شدات لها أسية في إيديها وهي تقول ما تخافيش أنا معاك نزلوا بجوج ولاح ياسر القارب قالت أسية أخويا ياسر لبس عليك وهو يقول الحمد لله وانتي قالت الحمد لله راه غير خرجنا شوية شرينا شي حوايش نور ما بغاتش وأنا جريتها بالزز حرق راسه بقاه ونور رجليها فشلو وإيديها بردو كتعرف هاد الهروض ديالو شنو كيجي مورا وعارفه غير مصبر راسه وما بغيش يغوط قدام أسية باستها أسية ومشات زادت نور بخطوة الداخل هزا دوكساشيات وعينيها بحال لبقى ومورها كتشوف واشتابحها غير وصلت للبيت وفي بالها غدا تحط هاد الشي اللي فيديها وتمشي تطمأن على آية وقبل ما تتحرك وتفتح الباب سمعت ولحق عليها يلا هدارت يلا هدارت وجد تهدر كانوا إيديه سبقه في الصرفيقة اللوجة جمدات نور في بلاستها ما عرفات شمنين نزلت عليها هاد الصرفيقة أبقات غير كتشوف فيه وهو عيني شاعلين بحال شي جمرة العروك فراسه فعنقوب عينين رجعت للور حطات إيدها على حنكها قالت علاش كنت ربلي شنو درت ليك قرب ليها قال شنو قلت ليك ها دوي شنو قلت ليك ما قدراتش تجاوب ولكن عارفة باللي حلف عليها ما تخرش قال ياك قلت ليك ما تخرجيش برا وانتي شنو درتي قلتها ولا ما قلتهاش بدات نور كتر عاد وقالت خرجت غير مع أسية ضرب إيده في الباب اللي موراها وقال منين كتسمعي ياك ما شفتني رخيت ليك الصمتة أغدري ما بغيدي تحبسات نور مع الباب وغمضات عيني هود موحانسي قالت ياسر أول مرة غدا تقول ليه سميته ما زال ما هضرات وإيد ياسير تهزدات هاد المرة ونزلت بطريقة أقوى من الأولى جرها من شعرها بقسوة احتقر بها الفرهش ولحع للنموسي قال طوال ورجليك توحشتي لحظة كلاك لحظة ولا ما كتفهميش مليك نكون مزيان خاصك تجهليني عادة تهناي وتبردي ترجمة نانسي قنقر